السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم الدكتور مجدي عبد الرازي استشاري أمراض معادية وجهاز هضمي وكبد سأتشارب بوجودي معكم موضوعنا اليوم عن الهربز البسيط هذا الفيروس بسيط ويصيب جسم الإنسان وهو في الواقع من النوع الذي لا يعمل مشاكل كثيرة هو فيه نوعين النمط الأول والنمط الثاني النمط الأول يصيب الشفايف والفم والنمط الثاني يصيب الأعضاء التناسلية لكن ممكن الفيروس بتاع النمط الأول يصيب أيضا الأعضاء التناسلية ممكن الفيروس بتاع النمط الثاني يصيب أيضا الفم والشفايف نرى هذا الفيروس ونسميه نوع من أنواع حمى البطن أو عفونا في البطن عندما نرىه على الشفايف أو يأتي بعد انتهاء حمى هذا الفيروس يؤدي إلى أعراض من أهم هذه الأعراض هو ظهور بثور أو قرح بالفم أو الشفايف وطبعا هذا بالنسبة للهيربز الفموي أما بالنسبة للهيربز التناسلي هذا ممكن يأتي عن طريق العدوى عن طريق الاتصال الجنسي وطبعا هذا يصيب الأعضاء التناسلية وكما اتفقنا ممكن النمط الأول يصيب الأعضاء التناسلية وممكن النمط الثاني يصيب الفم بالنسبة للهيربز الأعراض بتاعته بثور أو قرح لكن في النمط الأول هذه القرح تبقى متكررة وفي النمط الثاني عادة تبقى مؤلمة لكن أيضا بالنسبة للنمط الأول ممكن تبقى مؤلمة لكن الألم تبقى إلى حد ما قليل أما بالنسبة للنمط الثاني تبقى في بعض الأحيان شديدة الألم بالنسبة للأعراض تستمر من ثلاث تيام لخمس تيام وبعد ذلك الأعراض تشفى لوحدها حتى بدون علاج طرق نقل العدوى عن طريق الاتصال المباشر يعني عن طريق القبولات و عن طريق الملمسة وبالتالي نحن في هذه المناسبة نقول لا يوجد داعي أن نقبل الأطفال الرضعة نقدر الإمكان لأن الأطفال الرضعة يكون المناعة ضعيفة وبالتالي يفضل أن نقبلهم في الفم يمكن أن نبوسه في رأسه و في خده لكن نبتعد عن القبولات عن طريق الفم بالنسبة لهذا الفيروس المضاعفات تعتبر إلى حد كبير نادرة هو نادرا ما يسبب مضاعفات لكن نرى أحيانا ممكن يؤدي إلى التهابات في القرانية ممكن يؤدي إلى التهابات في المخ أيضا هذا الفيروس يبقى خطير على الأطفال اللي هم لسه مولودين أو على الناس اللي عندها نقص في المناعة زي الناس اللي عندها الإيدز أو الناس اللي بتاخد كورتيكوسترويد أو الناس اللي عندها عمل عمليات نقل أعضاء وبتاخد أدوية مثبتة للمناعة في الحالات اللي زي كده ممكن يؤدي إلى مضاعفات خطيرة وممكن ينتشر في الجسم كله أو في الجلد كله أو ممكن يؤدي إلى التهاب في المخ بالنسبة لهذا الفيروس طرق الوقاية طبعا لما يكون في شفيفك بثور أو قرح طبعا بالنسبة للعلاقة بين زوجتك يفضل تأجيل هذه العلاقة ثلاث أيام أو خمس أيام حتى تشفى تماما لكن بالنسبة للنقل العدوى كما قلت لكم معظم الناس على مستوى القرى الأرضية عندهم الفيروس يعني الفيروس يشكل أكثر من 60% لـ 70% من البشر وبالتالي لا ننصح بأننا نبتعد عن الممارسة الجنسية نهائيا لا، نقول أن يفضل الابتعاد من ثلاث أيام لخمس أيام أثناء ظهور البثور سواء على الفم أو على الأعضاء التناسلية هل ممكن تنتقل العدوى بطرق أخرى غير الاتصال الجسدي؟ نعم، ممكن، ولكن نادرا هل ممكن تنتقل عن طريق الحمامات العامة؟ نادرا هل تنتقل عن طريق حمامات السباحة؟ لا، لم يثبت هل تنتقل عن طريق استخدام كباية مياة مثلا شرب منها شخص عنده هيربز أو معلقة أو طبق كان فيه واحد عنده هيربز نادرا ما ينتقل الفيروس عن طريق الأدوات الملوسة ولكن نظريا ممكن أيضا ممكن نظريا لو فيه سيدة عندها هيربز وفي الفم واستخدمت مثلا ألم روج أو زبدة كاكاو لترتيب الشفايف ممكن لو ودتها لزميلتها أو لصديقتها، ممكن تنتقل العدوى بالنسبة أيضا ممكن تنتقل العدوى عن طريق الألعاب الجنسية ما هو النمط الثاني الذي ينتقل عن طريق الاتصال الجنسي ما هي طرق علاج هذا الفيروس؟ أولا كما اتفقنا هذا الفيروس عندما يصيب جسم الإنسان هذا يصيب بيبان على الشفايف أو في الفم أو بيبان في الأعضاء التناسلية لكنه بعد ثلاث ايام أو خمس ايام يختفي هذا الفيروس ويستخبى جوه في الغدد في الأعصاب العميقة في جسم الإنسان يعني إذن هو ما بيروح من جسم الإنسان هو بيفضل موجود مستخب في جسم الإنسان وبيظهر من آن لآخر هذا الفيروس يأتي ثلاث ايام أو خمس ايام وبعدين يختفي طرق العلاج بتاعته أول ما يظهر هذا الفيروس سنضي له أدوية مضادة للفيروسات في أول 72 ساعة يعني أنت بمجرد ظهور البثور أو القرح بالفم أو الأعضاء التناسلية على طول نأخذ العلاج أو نستشير الطبيب عشان نأخذ العلاج المناسب سيختفي هذا الفيروس ويقل المضاعفات ويقل الألم ويقل أيضا تقرار حدوث نوبات هذا الفيروس بالنسبة لهذا الفيروس كما قلت لكم هو ليس خطير هو من النوع البسيط وفي نفس الوقت لا يوجد منه أي مشاكل ونادرا ما يسبب مضاعفات لكن ننصح كل الناس الوقاية يعني أنت حاول بقدر الإمكان لا تشرب من قباية شرب منها شخص آخر حتى لو لم يظهر عليه الهيربس الهيربس يمكن أن ينتقل من شخص إلى شخص حتى في حالة عدم ظهور البصور أو القرح لكن طبعا احتمالاته قليلة جدا لكن في حالة ظهور البصور أو القرح طبعا احتمالات نقل العدوى أعلى بكثير أرجو أن كنتوا تكونوا استفدتوا من الفيديو أشكركم جزيل الشكر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر